بين التهوين وبين التهويل بين حرف النون و حرف اللام يعني بعض الناس دائماً يأخذ الأمور سبه للا بدون أدنى احتياطات و حتى بدون بحث في المجال النفسي اللي هو آثاره كذلك على الجسد وبعض الناس يهول كل شيء بين هذا و ذاك أين يجب أن نكون؟ نعم سماتنا الشخصية مختلفة فالناس بطبيعتهم في هذه الأزمة و في غير هذه الأزمة غير ملتزمين يعني هذه الأزمة لربما علمتنا جزءاً من انضباطية اللي هو الالتزام بالأنظمة الالتزام بالمحظورات الالتزام بأشياء معينة نتبعها هذه السمات الشخصية الطبيعية نجي الإنسان أنه يمارسها بشكل تلقائي لكن بعض السمات السلبية عند بعض الناس أنه يحب يكسر النظام أياً يكن نعم هذه السمات أشتسمى؟ نحن نسميها الشخصيات المضادة للمجتمع أو الشخصيات السيكوباثية هذه الشخصيات التي تحب تكسر أي نظام موجود تجدهم حتى في مجتمعاتنا الآن ونسمع كثيراً منهم من يهرب من المستشفى من يحاول أن يؤذي الآخرين بتصرفاته ورأينا بعض المشاهد وبعض القصص عن هذا الأمور إذن سيكوباثي هو شخص يميل إلى؟ يميل إلى معادات المجتمع والإضرار بالمجتمع وكسر الأنظمة ولكنه ليس السمى السائدة في المجتمع هي سمى قليلة أو موجود فلذلك من الأخلاقيات سواء حتى في دينياً ونفسياً وحتى طبيياً أنه التزام بالأنظمة التزام بأوامر والأمر بوزارة الصحة ووزارة الداخلية أعتقد أنه التزام المجتمعي مطلوب في هذه الأزمة التي نمر بها نعم وإذا لم نمتزم الآن فمتى؟ نعم يعني خصوصاً مع الجهود المبذولة العظيمة هذا واجبنا مثل ما يقولون فأين واجبكم؟ نحن فقط أردنا منكم أن ترتاحوا في منازلكم واتباع التعليمات كثير من الدول قننت أو وضعت أنظمة وقوانين صعبة جداً على الدولة ذاتها اقتصادياً ودينياً وقفلت المساجد وقفلت أماكن كثيرة تغييرت أسواق البورصة وهذه ذات أثر سلبي على الدول لكن مصلحة هذه الحكومات قدمت مصلحة الشعب على المستقبل نعم فنحن أولى كمجتمع وكشعب أن نقوم بهذه الاحتياطات حتى لا نضر أنفسنا أولاً ونضر الآخرين المستشفيات إذا تفشت هذه الأزمة وهذا الفيروس لن تستطيع استيعاب المرضى بهذا المشكلة المشكلة ليست بمدى خطورة المرض صح ولكن بمدى انتشاره وسرعة انتشاره وكذلك عبء إضافي على القطاع الصحي لأنه شفنا في بعض الدول مثل إيطاليا أنه أصبح الناس أصبحت المستشفيات لا تستطيع استيعاب المرضى المصابين بهذا المرض وهذه هنا مكمل خطورة الأمر لو انتشر على درجة أكبر شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة